السلام عليكم نحن اليوم في لقاء جديد لنتحدث عن مهارة التعبير والإنشاء مهارة المقارنة والاستنتج معلوم أن هذه المهارة نقوم بها في حياتنا اليومية بشكل عادي وشكل تلقائي فنحن دائما نقارن بين شيئين أو أكثر لنحكم في النهاية أي الأمرين يعني هو أفضل وهو أقرب إلى وجداننا أو إلى مصلحة هنا على هذه الأساس فهذا الدرس هو مهم جدا ولكن نحن اليوم سنتحدث عن المقارنة والاستنتاج يعني المقارنة بين نصين أو فكرتين أو موضوعين نقارن بينهما تمنى استنتج أي الموضوعين هو أكثر فائدة أو أقل فائدة أو يعني سنقارن ونصل إلى نتيجة معينة من خلال هذه المقارنة نصدر حكما معينا ما معنى المقارنة؟ ما معنى السيئة؟ المقارنة هي بيان نقط التشابه والاختلاف بين أمرين اثنين أو أكثر نقصد بالأمرين هنا يعني يمكن أن تكون أمام موضوعين اثنين موضوعين أو مفهومين ويمكن أن تكون تقارن يعني بين الشخصين كذلك كل هذه الأشياء تدخل في إطار هذه المقارنة نقط التشابه والاختلاف في حين الاستنتاج والخلاصة أو الحكم الذي تمتهي إليه بعد المقارنة التي قمت بها بين هذين الأمرين بعد هذا يجب أن نتعرف على ماذا؟ على مكونات المقارنة ومكونات الاستنتاج حتى يتم هذا العمل اللي هو المقارنة حتى يتم بطريقة منهجية وطريقة مضبوطة توصلنا إلى حكم أو توصلنا إلى استنتاج فيه الكثير من الدقة اللي لم تكن فيه الدقة التامة العلمية الموضوعية فعلى الأقل نحن نلامس هذا الاستنتاج الموضوعي مكونات المقارنة وإجراءات المقارنة يجب أن نقف عند هذا التناحي لأن المكونات والإجراءات هي أهم ما يجب أن نقف عنده ونحن نتحدث على المقارنة والاستنتاج سنبدأ أولا بالمكونات والمكونات كثيرة جدا ولا يمكن أن نحيط بها ولذلك سنقف عند أهم ما يمكن أن نناقشه ونتعامل معه وهو ما يتلائم مع الضرف الزمني المسموح لنا به لإنجاز هذا الإنشاء وقت الامتحان وهو وقت لا يتجاوز قريبا نصف ساعة لذلك لن نحيط بجميع المكونات ولكن ستطرق إلى أهمها وندكر منها أمامك الآن مجموعة من المكونات التي تسعفنا في قيام بهذه المقارنة ونتمد بالأخص ونحن ننظر إلى النص الذي يطلب مننا أن ننجز فيه هذه العملية وهذه المهارة نركز على الكلمات المفاتيح أولا لأن هذه الكلمات المفاتيح هي التي ستفتحنا على موضوع النص ونحن مطالبين كذلك بتحديد موضوع النص نعرفه أولا بمعرفة المفاتيح فعندما أجد كلمات هذا ما نقصد ونقصد به الكلمات المفاتيح عندما أجد كلمات تدخل في إطار البيئة مثلا سأعرف بأن الموضوع يتحدث عن البيئة ونفس الأمر قل هو أنكو عن المواضيع الأخرى كالشعر مثلا أو كالعدل أو التسامح إلى آخر طيب تحديد الكلمات المفاتيح هذه هي مسألة أساسية ينقلنا هذا إلى تحديد موضوع النصين أقصد بالنصين اللذين هما موضوع المقارنة والاستمتاع وانظر أنا كتبت موضوع النصين ثم وضعت عارضة وكتبت النص لأنني أحيانا نكون أمام نصين اثنين قال الكاتب الفلاني ثم قال الكاتب الفلاني وعلي أن أقارن بين النصين وأحيانا أكون أمام نص واحد نص واحد يتحدث مثلا عن الانترنت وتجهد بأن في هذا النص البعض يقول بأن الانترنت هذا له آثار سلبية على المستعملين وطرف آخر يقول له جوانب إيجابية فنحن إذن أمام فكرتين متعارضتين نقوم بالمقارنة بينهما ونستخلص أو نصل إلى الاستمتاج حددنا الكلمات حددنا الموضوع انتقلنا إلى المقاييس الداخلية عندما ننظر إلى الناس الناس يتكون من أمريه من جانب الشكل وجانب المضمون عندما تكون أمام قصيدة مثلا لابد أن تشير بأن هذا النص شكله شكل قصيدة عمودية مثلا تعتمد على النظام الشطرين أو إذا كان نص نتريا ستقول بأن شكله نص نتريا أما المضمون فهو الموضوع الذي يعالجه هذا النص سنتطرق إلى هدف المقاييس الخارجية عندما تنظر إلى نص معين وتسعفك رصيدك المعرفي لكي تشير بأن هذا النص مثلا ت Ochre ومكان الذي يعني أن الكاتب كان في العراق أو يعيش في الرباط ويعيش في غيره ما تحدد كذلك البعد النفسي لهذا الكاتب هل كان إنسان يعني يشعر بنوع من النرجسية أو كان يشعر بنوع من الدنيا تحدد هذا الجانب إن كذلك البعض الاجتماعي الطبقة التي ينتمي إليها كل العوامل الخارجية التي أثرت في إنشائي أو إنتاجي هذا النص ومن طب الحال هذه معطيات عندما نتكلم عن المقايز الخارجية هذه معطيات ترتبط برصيدك المعريف فيما إذا كان يسعفك للإدلاء بهذه الأمور هذه أهم الأشياء التي تدخل في إطار المكونات وسنقوم بأجراءتها الإجراء هو التطبيق يعني نقوم بعمل تطبيق هذه المكونات على النص الذي يطلب منا أن نقارنه مع غيره الإجراء لا يتم إلا بعد قراءة النص وهذا ما سنقوم به الآن حيث يقول البحتري في وصفي الربيع أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قذا للعين إذ كان محرما ورق نسيم الروض حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة نعمة ويقول عن طرف وصف الروضة وكأن فارة تاجر بقصيمة سبقت عوارضها إليك من الفمي أو رودة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي جادت عليها كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهاني نلاحظ الآن تالي بعد قراءة النص سننتقل من مكونات المقارنة إلى إجراءات المقارنة وإجراءات الاستنتاج جول إجراءات المقارنة إجراءات الاستنتاج سنبدأ أولا بعد أن بينا مكونات سننتقل إلى إجراءات المقارنة ثم ننتقل بعد ذلك إلى إجراءات الاستنتاج من أهم ما نتطرق إليه في الإجراء أن نضع الإجراء كما قلت فيه المقارنة إجراء المقارنة وإجراء الاستنتاج نحن الآن مع المقارنة أن نحدد موضوع النصين وبرجوعك إلى ما قرأناه الآن بالنسبة لنصين ثلاث سيتبين لك أن نتحدث عن الرابع ثم بعد ذلك تضع قائمتين قائمة للتشابه يعني النقط التي يتشابه فيها النصان والنقط التي يختلف فيها النصان هذه أشياء مهمة وكما قلت لن نذكر جميع النص طرق إلى جميع المكونات ولكن فقط إلى ما يسمح به وقت المسحان اللي هو نصف ساعة يظهر يعني أن الموضوع يتحدث عن وصف الرابع ثم نضع قائمتين واحدة للتشابه واحدة من اختلاف ويظهر أمامك أن النصين مع أن ينتميان إلى الشعر هذا التشابه ينتميان إلى الشعر الشعر التقليدي الذي يستتبع تشابه آخر وهو وحدة الوزن، وحدة الروي، وحدة القافية، نظام الشطرين وبإعادة النظر في النصين أمامك سترى بأن كل واحد منهما يتكون من ثلاثة أبيات هذا كذلك تشابه لأنه من غير المعقول أن نقارن بين نصين نص يتكون من سبعة أبيات مثلاً والنص الآخر يتكون من ثلاثة أبيات هذا يكون فيه نوع من الحيف والتي تكون مقارنة دقيقة وموضوعية بالإضافة إلى بإعادة النظر إلى النص ستجد بأن هناك نوع من تشابه كذلك في المعجم كيف ذلك؟ هذا ما سأوضحه على الصدور الآن أمامك تشابه آخر على مستوى المعجم وهذا المعجم في الحقيقة هو الذي يحدد لنا موضوع النص وصف الرابع وستلاحظ بأن البحثري وعنطر معاً استعمل معجماً متقارباً جداً مثلاً البحثري استعمل كلمة الرابع وعنطر استعمل كلمة النبت والنبت هو نفسه الرابع إذا فهمنا بالرابع ما أنتج فصل الرابع وليس فصل الرابع الرابع يعني ما جاء في هذا الفصل من نباتات فإذا عدنا الرابع وعدنا النبت البحثري استعمل كلمة الحسن وعنطر استعمل كلمة القصيمة والقصيمة هي نفسها يعني تتضمن معنى الحسن الروض وهو المكان المنبت الأخضر الجميل فيه أغراس وفيه نباتات الروضة نفس الشكل الضحك بالنسبة للبحثري استعمل عنطر العوارض العوارض هي الأسنان الأمامية التي بها يتم حسنه وجماله الابتسامة أو أقول الضحكة وليس الضحكة أنتقل الآن إلى الاختلاف في إطار الاختلاف سنتحدث عن مقياس خارجي ونتحدث عن الاختلاف كذلك بمقياس داخل في إطار الاختلاف بالمقياس الخارجي سنتحدث مثلا عن الزمان المقياس الخارجي قصدنا به وهو ما سبق أن تحدثنا عنه في المكونات نقصد به جميع العوامل التي كانت وراء إنتاج هذا النص الشعري مثل الزمان مثلا الذي أنتج فيه النص والمكان كذلك والبعد النفسي للكاتب أو الشاعر إلى آخره وسنقارن بين عنطرة وبين البحتوري لنرى ما إذا كانت العوامل الخارجية متشابهة أم غير متشابهة فإذا تأمنا هذه المعطيات أمامنا سنلاحظ بأن هناك اختلافات بمقياس خارجية من حيث الزمان ومن حيث المكان بالنسبة للزمان عنطرة كان يعيش في العصر الجاهلي في حين أن البحتوري عاش في العصر العباسي يعني أن بينهما قرون من الزمان عنطرة كان يعيش في صحراء الجزيرة العربية يعني مكان فيه الحر وفيه الجفاف وفيه الخصاص في حين أن البحتوري كان يعيش في الشام كان يعيش في سوريا في مدينة حلب متضفقة الأنهار كثيرة الخيرات بالنسبة للعنطرة في الجانب النفسي عنطرة معروف عنه أنه كان يعيش ويعني إحساس بالدنيا وهذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى البعد الاجتماعي لأنه كان ينتمي إلى طبقة العبيد على خلافي البحتوري الذي كان في الجانب النفسي يشعر بنوع من التفوق لأنه كان جاليس طبقة القصر في البعد الاجتماعي وكان يجالس الأمراء والملوك والقادة الجيش فكل هذه المعطيات تبين لنا بأن المقارنة نفسها التي سنقوم بها بين هذين الشاعرين يعني أنها مقارنة لن تسمح لنا بالوصول إلى إنتاج موضوعي مع ذلك يمكن أن نشير إلى هذا الفوارق الخارجية من الزمان والمكان والجانب النفسي وخلافه يمكن أن نشير إليها في الرأي الشخصي يعني في النهاية يمكن أن تقول بأن هذه المقارنة لم تكن عادلة ولم تكن منصفة لأنها لم تقارن بين شاعرين ينتميان إلى نفس الزمان أو المكان أو نفس البعد الاجتماعي أو النفسي وإنما قارنت بين مختلفين والمقارنة بين المختلفين طب الحال لا تصل بنا إلى استنتاج موضوعي بشكل ضاقي مع ذلك سنتقل الآن إلى الاختلاف بالمقياس الداخلي عندما نقوم بمقارنة داخلية فإن أهم ما نركز عليه هو الصياغة الفنية التي اعتمدها الشاعران في كتابة نصين سأبحث أو نبحث جميعا في مجال في إطار الصياغة سنبحث في إطار المعجم واللغة والأسلوب يمكن أن تضيف أشياء أخرى يمكن أن تقف فقط عند واحدة من هذا التلاتي بالنسبة للمعجم لاحظ بأن البحثوري وضفه وهذا منطب الحال يعود إلى هذا البعد الزمني الطويل الفاصل بين الشاعرين والطبيعة المكان والطبيعة النفسية كذلك كل هذه يدخلوا في هذا الإطار لاحظ بأن البحثوري استعمل كلمات بسيطة واضحة مفهومة وجميلة في نفس الوقت ومؤثرة الرابيع، الضحك، العيون، البشاشة، الأحبة في حين أنا عند ربن شداد سأعمل كلمات نحتاجه فيها إلى قاموس اللغة العربية لكي نفهم فارة، قصيمة، فارة هنا يعني ذلك المسك الفوار الذي يصدر رائحة جميلة المسك، فارة، قصيمة، القصيمة كذلك تعني جمال، تعني الحسن، الدمن الدمن هو ما تركه مخلفات البهائم يعني من الإبيل والماعز التي ترعى مكان وترعى في مكان معين ثم تترك مخلفاتها في هذه المناطق معلم، قرار، فهذه كلمات تدخل في إطار معجم عن طرف بن شداد ويظهر الفرق واضح بين المعجمين، المعجم الأول واضح وبسيط وجميل والثاني في نوع من التعقيد نحتاج معه إلى القاموس بالنسبة إلى اللغة، لغة البحتوري كما قرأت في النص لغة تصويرية، يعني هيمنة الاستعارة والوصف الداخلي الوجداني على الموضوع يعني وهو يصف الربيع وصفه بوجدانه، تحدث عنه كما لو أنه إنسان أتاك الربيع، الطلق، يختال، أو كما قال يعني أنه أعطاه صفات إنسانية وهذا ما نسميه بالأنسنة، أنسنة الشيء في حين أن عنطرة تحدث بلغة تقرارية صحيح لماذا؟ لأن عندما تعود إلى نص عنطرة بن شداد ستجد واستعمل كأن تشبيه في بداية النص واستعمل السعارة كذلك في النهاية عندما قال جادت عليها كل بكر حرة البكر الحرة هنا يقصد به الغمامة الغمامة الممتلئة بالماء بكر يعني أول مرة ستمطر حرة يعني أن ماءها ماء معتدل ليس فيه برد تبروري وليس فيه يعني ليس ماء شديد برودة ولا ماء يخالطه سخونة معينة لا، إنه ماء طاهر طيب عذب إلى آخره هذا هو المقصود بالبكر الحرة طيب استعمل أقول لغة تقريرية فيها تشبيه وفيها السعارة ولكن مع ذلك هذا تشبيه وفيها السعارة كان تشبيها صحيا لحيث أن الجانب تقريريه هو الذي غلب على كلام أو على النص الذي كسبه عندما تنتقل إلى الأسلوب وكل هذا يدخل في إحطار سيارة عندما تنتقل إلى الأسلوب ستجد البحثور يعتمد على الأسلوب الخبري الطالبي وهذا يتماشى أن طر الحال مع الاستعارة ومع الوصف لأنه وصف الربيع بأنه إنسان وهذا أمر يدعو إلى التوكيد ولذلك تجد تجده اعتمد نوعا من اعتمد هذا الخبر الطالبي في حين أن عمطار اعتمد على خبر ابتدائي لأن كلامه لا يحتاج إلى نوع من تأكيدات هذه المعطيات لسا ملزمن بأن تدرجها في كتابتك إن فعلت فهو جيد ولكن لا تنسى بأن المطلوب منك هو يعني أربعة عشر سطران فإذا ذكرت كل حدث تجاوز هذه الأسطر وتصل إلى التالهتين سطران فاكتفي مثلا بالحديث عن اللغة عوض أن تحدث عن كل هذه الأشياء قول بأن هناك صيار فنية مختلفة معجم الأسلوب ولكن سأركز على اللغة وأذكر فقط هذه الأشياء ربما ستكون فوت غنيك عن المعطيات الأخرى بعد هذه الخطوات ننتقل الآن إلى إجراءة إلى الخطوة البسيطة الآن لأنه الحكم النهاية إجراءات الاستنتاج كنا في إجراءات مقارنة سننتقل إلى إجراءات الاستنتاج الآن وصلت إلى الخطوة الأخيرة وهي الاستنتاج إجراء الاستنتاج يأتي من ماذا؟ يأتي من تأمل في مميزات النصين سلبا وإجابا نحن قمنا بقراءة النصين ووضعنا خانتين خانة خاصة بنقاط تشافو خانة خاصة بنقاط الاختلاف وركزنا بالأخص على مقياس الداخلي الذي اعتمدنا فيه على الصيغة الفنية الصيغة الفنية هذه هي المقياس الأساس الذي نعتمده في الاستنتاج من طب الحال المسألة ستتبت بموضوعية المقارنة ولكنها لا تخلو كذلك من الضوء الشخصي فستصل الآن إلى الحكم قرأت النصين شعرت بأن هذا النص بالنسبة إليه أكثر شاعرية من الآخر أفضل منه من حيث الصياغة ستوظف هذه المفردات مثل أفضل، أحسن، أقل، أكثر وستقول بأن النص الفلاني هو أكثر شاعرية من الثاني أو أن الثاني أقل فنية من الأول تعتمد هذه المعطيات ولكن مع ذلك سيبقى دائماً نوع من إحساس بأن هذا الحكم خضع بشكل معين للضوق الشخصي لأنه لا يمكن أن تجرد نفسك من ضوقك الشخصي أنا أقول بأن هذا الحكم مرتبط بالضوق الشخصي لأن ما يهمنا هو أن تبرر حكمك أنت ستقول بأن الشاعر ألف أفضل من الشاعر باء من حيث كذا وكذا وكذا طيب، بررت، هذا مهم آخر سيقول لا الشاعر باء أكثر شاعرية من الشاعر ألف ثم يقدم مبرراته وهذا هو المهم يعني أنك إذا استطعت أن تبرر حكمك واختيارك فهذا هو الشيء الجيد وهذا هو المطلوب الخطوة الأخيرة في الدرس كلكم تعرفونها نريد الآن أن نحرر ما كتبناه نبدأ بالمقدمة هذه الأمور التي تعرفوها المقدمة العرض الخاتمة بقدية إشارة عندما أبدأ المقدمة لا علاقة المقدمة بعنوان الدرس كأن تقول مثلا تعتبر المقارنة والاستنتاج من أهم المهارات التي يجب كذا لا 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 علاقة لنا بهذا الموضوع لا انظر الآن إلى مضمون النصين يتحدث عن الربيع فتحدث الآن في المقدمة عن الربيع قول مثلا الربيع فصل من الفصول جميلة التي لا تقف عند حدودي أن تكون موضوع وصف ولكنها أكثر من ذلك تعمل على إلهام شعراء بالإسيان بقطع فنية جميلة موسيقية أو شعرية أو خلافو ثم هذه المقدمة من سطرين أو ثلاث أسطر تختمها بسؤال فما أوجه التشابه والاختلاف بين هذين النصين مثلا أو بين هذين الشاعرين وتنتقل إلى العرض وفيه الحديث عن المقياس الداخلي والمقياس الخارجي الأشياء التي تحدثنا عنها وقت كنا نتحدث عن المقارنة في إطار المقاييس الداخلية والمقاييس الخارجية وتركز كذلك على الصياغة الفنية التي داخلها في المقياس الداخلي وبعد ذلك تنتهي إلى الخاتمة وفي هذه الخاتمة تصدر حكمك النهائي هذه أهم المعطيات وأنا سأقرأ عليكم نموذج بسيط ربما يسعفكم في الاستئناس به مقدمة لا تكتفي الطبيعة بأن تكون موضوع وصف وإعجاب فقط بل تتجاوز ذلك لتكون مصدر إبداء وإلهام وقد تجلت هذه الرسالة في إلهام الشاعرين العربيين عنطر والبحتر بقصيدتين تتغنيان بالربيع ومحاسنه فما أوجه التشابه والاختلاف بين النصين وأيهما أقرب إلى التأثير في المتلقين العرض الآن إن قراءة هذين المقطعين الشعريين تبين أنهما يشتركان في جملة من الخصائص من بينها الانتماء إلى الشعر التقليدي يشتركان في جملة من الخصائص من بينها الانتماء إلى الشعر التقليدي وما يستتبعه من نظام الشطرين ووحدة الوزن والروي والقافية كما أن كل مقطع يتشكل من ثلاثة أبيات تصف جمال الربيع بمعجم متقارب كالربيع والنبت والحسن والقصيمة والروض والروضة والضحك والعوارض لكنهما يختلفان من حيث المقاييس الداخلية والخارجية أما الاختلاف الخارجي فيتمثل في الفارق الزمني الشاسع بين عصر عنطرة الجاهلي وعصر البحتر العباسي ثم أن عنطرة عاش في مكان صحراوي قاحل في حين عاش البحتري في سوريا المتدفقة الأنهار هذا بالإضافة إلى اختلاف التركيبة النفسية للشاعرين فعنطرة عاش عيشة العبيد في حين كان البحتري جليس الخلفاء والوزراء وقادت الجيوش وأما الاختلاف الداخلي فيظهر جليا في الصياغة الفنية التي عبر بها الشاعران عن حسن الربيع فالبحتري جعل الربيع كائنا بشريا يختال ويضحك ويكاد أن يتكلم وجعل النسيم رسولا ينقل أنفاس الأحبة إلى الشاعر وقد اعتمد البحتري في أنسنة الربيع على اللغة التصويرية ممتلة بالأخص في الاستعارة في حين اعتمد عنطرة على لغة تقريرية هيمنت على وصف الطبيعة وأفقدت التشبيه في البيت الأول والاستعارة في البيت الثالث القدرة على التأثير في المتلقي في الخاتمة إن المقارنة بين البحتري وأنطرة تبين بشكل جلي أن الأول كان أكثر تفاعلا مع فصل الربيع وأقدر على النظر إليه بوجدانه وليس فقط بعيونه كما فعل أنطرة ولكن أفضلية البحتري في هذه المقارنة ليست أفضلية مطلقة فلو قارننا بين الشاعرين في موضوع آخر لربما كان الصبق واضحا لعنطرة على البحتري وربما على غيره من الشعراء يبقى في الأخير أن نشير بأن هذه المفردات المكتوبة قد أمامكم المقدمة العرض الخاتمة ليس من الضروري أن تكتبوها وقت التحرير قارن الآن بين بداية هذا الدرس ونهايته واستنتج ما إذا كنت خرجت بفائدة أم لا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر